بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة لتكملة تصحيح الاختبار الثالث في سنوات الثالثة متوسط إذن التمرين الرابع وصنة التمرين الرابع الذي يقول A B C مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث A C يساوي 5 و A B يساوي 5 سنتيمات إذن B فتحة هي صورة B بالانسحاب الذي يحول A إلى C و C فتحة هي صورة النقطة C بالانسحاب الذي يحول A إلى C إذن تبهوا معي إذن سؤال أول قال لك أنجز الشكل بدقة إذن أول شيء إذن عينت القطعة المستقيمة A B قاعدة تحة إذن A B هي 5 سنتيماتر ثم رح ندير مثلث قائم في الزاوية عند A إذن رح ندير المسترات تاعي ندير خط كبير ثم نعين خمسة سنتيماتر إذن هذه هي النقطة C ثم أصل بين النقطتين نضغط على القلب بشي بنلكم مواضح بالشكل ثم أصل بين النقطتين B و C ثم وش ندير هنا زاوية قائمة في A ثم وش قال لك؟ قال لك B فتحة هي صورة النقطة B هي بفتحة بالإنسحاب الذي يحول A إلى C يعني بالإنسحاب الذي يزيح من A إلى C إذن ما هي صورة A؟ هي نقطة C إذن نتبهوا معي وش رح ندير إذن المنحة لازم يكون إتجاه من A إلى C يعني الإنتجاه يكون إلى الأعلى هكذا يعني لا نستطيع أن نحين بفتحة في الإتجاه لتحت يعني الأسفل رح أتجه المنحة التاعية إلى الإتجاه الأعلى إذن مش رح ندير إذن أولا رح أعين المسافة بين A و C هذه هي المسافة بين A و C رح أنقلها على B باش تمدلين نقطة B فتحة اللي هي صورة B إذن ندير قوس إذن بالتدقيق لازم يكون الشكل دقيق لازم ندير المسمار ثم ندير قوس ثم وش ندير رح ندير مرة أخرى المسافة بين A و B اللي هي دائماً 5 سنتيمات ثم أضعها على C ثم ندير نقطة التقاطح لماذا؟ لأن في تعيين الصور في الإنسحاب رح نعين متوازل الأضلع إذن أين هي النقطة C بفتحة تاعي إذن هذه هي بفتحة تاعي ثم أنتقل إلى صورة C نفس الشيء إذن صورة C بالإنسحاب الذي يحول A إلى C دائماً في نفس كي تكون هنا نقطة على الإتجاه اللي بدهولنا لازم نطول الخط رح تجي للنقطة التاعي على المستقيم أو نعم على المستقيم C إذن نطول الخط ثم ندير المسافة بين A و C ثم نعيدها على هنا بش دير لي قوس ثم تقاطع الخط هذا مع القوس هي النقطة C هذه هي الصورة إذن أخيراً عيننا إذن ما هي صورة A هي النقطة C الآن سؤال يقول سؤال ثاني طلب مننا ما هي صورة المثلث يعني هذا المثلث ما هي صورة هذا المثلث A B C الآن بش نعينه في الإنسحاب صورة المثلث هلا بلنا من المسبقة أن صورة المثلث هو مثلث هذا كمعلومة ثم هلا بلنا رح نلقى الصورة هي مثلث ثم بش نلقاه صورة أي شكل لازم نعينه صور الرؤوس تحى بالإنسحاب الذي طلب مننا إذن أولا عندي صورة B هي بفتحة إذن الرأس الأول هو بفتحة الرأس ثاني الذي يحول A إلى C إذن صورة A هي C هولك الرأس ثاني ثم الرأس ثالث إذن صورة C فتحة هي صورة C إذن ما علي إلا أن أصل بين الرؤوس ثلاثة بش نيعين لي المثلث إذن بين B فتحة و C ثم C فتحة و B فتحة إذن أخيرا خرج لي مثلث مثلث إذن صورة المثلث A B C هو المثلث إذن هو المثلث C بفتحة C فتحة إذن نلخص هذا في جمل إذن كحل نموذجي نكتبه صورة المثلث A B C لدينا تكتبه كم المعلومات B فتحة صورة B و C فتحة صورة C و C صورة A بالإنسحاب الذي يحول A إلى C إذن صورة المثلث A B C هي من المستحسن تضع بريض ما هو صورة A هي C ما هي صورة B هي B فتحة و ما هي صورة C هي C فتحة دونك بالترتيب نضع C B فتحة C فتحة ثم السؤال الثاني طريبة منا حساب طول B C إذن تبهو معي الطول B C ماذا يساوي إحنا رأنا هنا في مثلث قائم زاوية قائم زاوية في A عدنا A B يساوي 5 سنتيمتر و A C يساوي 5 سنتيمتر إذن ما علينا إلا تطبيق نظرية في تاورس التي تقول أن مربع إذن B C لدينا إذن مش تقول لي B C مربع ماذا يساوي الوطر مربع ماذا يساوي مجموعة الضلعين A C مربع نعوض إذن هذا يساوي 5 مربع زايد 5 مربع و 5 مربع زايد 5 مربع ماذا يساوي 25 زايد 25 وهو 50 إذن تبهو B C مربع يساوي 50 إذن B C ماذا يساوي رح يساوي للجذر التربيعي لـ 50 بالآلة الحاسبة رح نجدوها تساوي 7 سنتيمتر بالتقريب إذن ننطلق إلى السؤال الرابع يقول بطريقتين مختلفتين أحسب جيب زاوية B إذن كما نعلم أن جيب زاوية B هو المجاور يعني A B على الويتر هذه طريقة الأولى أما الطريقة الثانية هنبدو بطريقة طريقة طريقة إذن ركزوا معي إذن نكمل عفوا ملاحظة فقط قال استنتج الظلع بفتح سفتح إذن كما نعلم أن الإنسحاب يحافظ على الأطوال إذن B C بفتح هي صورة B و سفتح هي صورة سفتح إذن هنا ويساوي بفتح سفتح نفس الطول لأن الإنسحاب تكتبه يحافظ على الأطوال نعود إلى جيب تمام B اللي هي الزاوية هذه إذن ماذا تساوي تساوي طول ضلع المجاور على طول الوطر اللي هو AB على AC وAB ماذا يساوي قلنا أنه يساوي خمسة على سبعة ويساوي بالتقريب 0.71 إذن جيب تمام B ماذا يساوي بالتقريب 0.71 الطريقة الثانية نتبهوا معي إذن الطريقة الثانية عندنا ABC مثلث متساوي الساقين ما معنى متساوي الساقين يعني زوايا القاعدة متساويتين يعني إذا كانت ألفة هنا ثانية تكون ألفة هذه الأولى ثانيا عندنا الزاوية A قائمة إذن وعدنا مجموعة الزاوية في مثلث ماذا تساوي تساوي 180 درجة إذن وB يساوي س ثم نستخرج ال-B ركزوا معي رحل ننخل لخص لكم كل هذل الكلام في جمل نتابهوا معي إذن ركزوا معي إذن لدينا ABC مثلث قائم في A يعني الزاوية A تساوي 90 و متساوي الساقين يعني الزاوية B تساوي C وقلنا أيضا أن مجموع زاوية المثلث تساوي 180 إذن A زايد B زايد C تساوي 180 و A هي 90 زايد B زايد B زايد B لماذا لأن C تساوي B إذن تساوي 2B تساوي 180 إذن نستخرج B إذن 2B ماذا تساوي تساوي 180 ناقص 90 و 180 ناقص 90 إذن أخيرا بيت تعنا ماذا تساوي نقسم 90 على 2 مش تبقى لي 45 درجة كما نعلم أن جيب تمام بالآلة الحاسية 45 درجة تساوي 0.71 وهي النتيجة المتحصلة في الطريقة الأولى وبهذا نكون عند نهاية هذا التمرين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى إن شاء الله في حل المسألة الإدماجية